نحن اليوم يلي شايفينه عم نتسلى بشغلات جينبية بينما ما عم نفوت بالموضوع الاساسي السؤال اليوم نوجهه لدولة الرئيس المكلف مدام انت بدأت تعمل لحكومة مستقلين للي نحن منا شايفينها كيف يكون انت غير مستقل والحكومة تكون مستقلة كيف في الاخر فيك ترضى ان الشيعة تسمي نوابة الدروس تسمي نوابة السنة تسوي نوابة وبالاخر بنقول هذه هي حكومة مستقلين ليه ما بتطلع عند رئيس الشفاقامة رئيس الجمهورية تحط هالتركيبية اللي انت شايفها مستقلين وخلينا نعرف فعليا هل هي تمشي فعليا مع المبادرة الفرنسية ولا مع الاتفاقيات اللي عم تسير بالداخل اللبناني اذا اليوم نحن عنا هالموضوع نحن كلياتنا عنا مصلحة نوقف مع الحكومة المستقلين بس انا خوفي انه هناك خطابين يلي اليوم عم نسمعوا واحد بالداخل واحد بالخارج ومشان هيك مني شايف في اي اليوم نور لحتى نوصل لحكومة انقاض لما منشوف السفراء العرب عم يتركوا البلد لما عم نشوف بالاخر عدم الاكتراس اللي عم يسير الدولي لإلنا امتل لحنصحى ونحن نقول نحن المشكل الإدارة الموجودة بها البلد الطبقة السياسية موجودة بها البلد لما منشوف مصاريف البنك المركزي نزلت زادت من شهر سبعة وثمانة وتسعة طلعت من سبعمائة مليون دولار بالشهر يعني بثلت شهر مليارين دولار تنوصل لسبعة مليار دولار السؤال يلي بتوجه اليوم لحاكم بنك المركزي شو عملت بها الخمس مليار دولار هل يا ترى بتصرف خمس مليار دولار تتمنع والاخر تتمشى مع هالطبقة يلي حاكمتك ويلي بالاخر ماشيتوا إياها تتمرقلوا مصرياتهم تدفع سندات لناس انت عاطيهم بالاخر شروط خاصة ليه هالمصريات ما نساعدت تندفع لهاتلميز يلي بالاخر الموجودين بالخارج ليه هالمصريات ما ساعدناها تندفع للمستشفيات يلي عم تشتغل بـ 40% فقط من تاقطها لأنه بالاخر الدولة ما عم تدفع كافينا بقى لعب كافينا بالاخر بدحك على الشعب اللبناني صحو حرام هالشعب هالشعب ما بيوصل والسؤال الاخير لا الحكومة وعدتونا بأربع قاب انه عملية خمس ايام وبيطلع التقرير وين التقرير وين الحقيقة وين المسؤولين بعدنا لهلا ناطرين بدنا نعمل لجنة بالاخر محاكمة الرؤساء والوزراء تنعرف اكبر جريمي صارت بالبلد يا عيب الشوم شعبنا ما بيستاهل هالموضوع وبتمنى الشعب يكون صاحي وما بقى نمشي بدنا عارات الطائفية لأنه بالاخر اللي شايفينا في عدم بصدقية في عدم شففية وبعدين السؤال لهاللجنية اللي بالاخر عم الطالب بعملية البحث الجنائي ما شفنا عضاء بمجلس النواب تقولوا علني وقالوا مشان شو بدنا بالاخر للتحقيق الجنائي اليوم لما بيجي وزير بيقول انا بالاخر بدي زيد موضوع التمشي مع القوانين المرعية وتطلع وزيرة العدل بتقول انه نحنا ما في مانع انه البنك المركزي انه يحط المعلومات المطلوبة للتحقيق الجنائي بعدنا لهلا عم نقول مين المسؤول عن الوضع الاقتصادي اللي وصلنا فيه بعدنا لهلا عم نسأل مين هو اللي وصلنا لهنون هذه الطبقة الكاملة اليوم اذا فعليا بدنا بلد يعني كلهم بدي يعدوا على جنب ويدركوا المستقلين فعليا يجربوا يساعدوا هالبلد بانقاذ يجربوا يجيبوا اموال لهالبلد لانه بالنتيجة اذا كانت كلها هايتي وصلت السني طبع طيار المستقبل والشيعي طبع حزب الله والماروني طبع طيار الوطني الحر كلهم مستفيدين وهذا هو ساعتنا بنكون فعليا عم نمارس هالواجب وهالمسؤولية اللي يعطونا شعبنا فيها ما بالاخر عم ندحك اليوم اشتركوا في القناة